موسيقى شمس أخرى تغرق في غياهب الموت لتغيب عنا الفنان الوطني التقدمي والملتزمي البير مرعب ابن قرية الرامة الجليلية الذي وافته المنية عن عمر ناهز سبعة وخمسين عاما بعد صراع لم يدم طويلا مع المرض لم تستوعب ماريا حتى الآن خبر وفاة والدها الفنان والأب والصديق والمعلم الذي صارت على دربه الفني البير كان صديق قبل ما يكون أب كان رفيق درب كان عن جد كلمة فنان بتلاقي فيه يعني يعني صعب أعدد لك الأشياء اللي ما رأنا فيها بس كان دايماً بدي إياه لما بدي إياه ألاقيه لم تقتصر الصدمة برحيل الفنان البير مرعب على عائلته وقريته الرامة وحسب بل وقع نبؤ وفاته كالصاعقة على كافة أبناء المجتمع العربي في البلاد حيث احتلت كلمات الرثاء والناعي مواقع التواصل الاجتماعي من فنانين وسياسيين ونشطاء اجتماعيين وسياسيين البير مستحيل يعني يكون يمرق في حياة شخص وما يترك بصمة معينة اللي تضلك تتذكره فيها البير أول إشي لازم تدخل بيته عشان تعرفه أكثر تتعرف على بيته تتعرف على كيف بيحكي مع أولاده كيف بيحكي مع مرته هالإنسان المعطاء اللي فيش حدا بيختلف على هاي الشغلة إنه إنسان معطاء فنان ومش عم بحكي هذا الإشي لأنه بعد وفات الشخص نحكي عن المحاسن وبس لأنه فعلا هيك متواضع بشكل فن من نوع مختلف أحياه الفنان التقدمي البير مرعب في بلادنا فيه حمل رسائل الكاتب المصري محمد فؤاد نجم والفنان الملتزم الشيخ إمام بالإضافة إلى الفن السياسي الذي مثله الموسيقار اللبناني زياد الرحباني فكان ألبير الفنان الذي حمل هذا النوع من الفن إلى المجتمع العربي وعمل على ترسيخه طيلة مسيرة حياته الفنية فهذا الفن اتملكه وحس إنه هاي الكلمة اللي توصل لكل واحد هاي الكلمة اللي ممكن يفهمها كل واحد مش مهم تعليمه مش مهم ثقافته مش مهم منين جاي ولا لوين رايح مش مهم شو بيشتغل بمسك الكل تميز ألبير بفنه الملتزم المرتبط بهموم شعبه وقضاياه ولم يكن مجرد فنان بل كان إنسانا صادقا مع نفسه ومع جمهوره ولم يسع وراء شهرة أو مال بل كان متواضعا لأبعد الحدود نحن فريسة طبت الحقوق بالزافة يا عريس الغفلة يا خفة